اشتركوا في القناة 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 سبحانه وتعالى يتولى عباده الصالحين بأنواع الولاية يحفظ الله سبحانه وتعالى عليهم دينهم وينجيهم وقت الشدائد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه قصة مريم عليها السلام كيف أنه عز وجل اصطفاها وفضلها على نساء عالمها وكيف أنها كانت تخدم في بيت المقدس كانت عاببة طاهرة مطهرة بلغت من العبادة أن أكرمها الله عز وجل بأنواع الكرمات كان كافلها زكريا عليه السلام إذا دخل عليها محرابها أي مرض عبادتها وجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف قال يا مريم أن لك هذا أي من أين لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاع بغير حساب هناك دعا زكريا ربه دعا ربه أن يرزقه ولدا صالحا يجعله الله نبيا فأجاب الله دعوته ومريم عليها السلام بلغ من شأنها أنها اتخذت من أنها اتخذت حجابا من دون قومها في مؤخرة المسهد فجاءها جبريل عليه السلام في سورة بشر تام الخلقة قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا تستئذ بالله عز وجل من شره إن أراد بها شرا إن كان تقيا يخاف الله عنما أن التقية نبيا يعني إذا قيل له اتق الله فإنه يتق الله ويخاف رب العالمين سبحانه وتعالى قال إنما أنا رسول ربك لأهبتك غلاما زكيا قالت أن يكون لغلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية عممت رضي الله عنها أنه لا يكون ولد بدون زواج بدون اتصال بين رجل وامرأة سواء في حلال أو في حرام لأنه لا يوجد مسبب بدون سبب فقالت إنها ليست بذات زوج ولو وليست بغية أي زانية حيادا بالله قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضية لتكتمل القسمة الرباعية خلق الله عز وجل آدم من طين ثم خلق زوجه منه ثم خلق بقية البشر من ذكر وأنثى ثم خلق عيسى من أنثى بلا ذكر فهذه قسمة رباعية ليكون آية للناس دليلا على قدرة رب العالمين وعلى أنه رب الناس وإله محده لا شريك له سبحانه وتعالى وكان أمرا مقضية أمرا قد فرغ منه فعندئذ فحملته قالوا إن جبريل عليه السلام نفخ نفخة في جيب درعها فدخلت إلى فرجها فحملت بحيسى عليه السلام حملت به تسعة أشهر فلما ظهر عليها علامات الحمل فحملته فانتبذت من قومها مكانا قصيا أي اتعدت عن قومها مكانا بعيدا قيلا في بيت لحم البيت الذي ولد فيه عيسى عليه السلام فانفاجة فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني بيت قبل هذا وكنت نسيا منزيا هذه الشريفة الطاهرة المطهرة عليها السلام هذه الشريفة الطاهرة المطهرة عليها السلام مع أن جبريل عليه السلام قد أداها مع أن الملائكة كانت تكلمها مع أن جبريل عليه السلام قد أخبرها أن هذا وأمر الله لكن هذا الأمر عظيم جدا على النفوس العفيفة على النفوس الطاهرة المبرأة المطاعرة قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منزيا قيل النسي هي خرقة الحيض وقيل النسي أي العدم يا ليتها لم تخلق هذا أمر عظيم مع أن الله قد خصها بآية من آياته لكنه أمر عظيم أمر عظيم على النفوس الطاهرة قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منزيا فناداها من تحتها أنقذها رب العالمين أنتقى الله عز وجل لها وليبها أنتقى الله لها إيسى عليه السلام فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية والسرية هو النهر نهر عين ما سيرها الله عز وجل تحتها وهزي إليك بجذع النخلة جذع نخلة تهزر تساقط عليها رطبا جنيا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطابا جنيا فكلي واشرابي وقر عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلمني يوم إنسية أي صوما عن الكلام وكان ذلك جائزا في شريحتهم فضمأنها رب العالمين سبحانه وانظر إلى إن جائها عليها السلام وانظر إلى تبرئتها من تهمة الزنا فأتت بها قومها تحملوا قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأسه وما كانت أمك ببيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا رضيع كيف نكلم من كان في المهد صبيا فأنطق الله عز وجل إيسى عليه السلام قال إني عبد الله إني عبد الله نطق أولا بتبرئة رب العالمين أن يكون له صاحبة أولا إنه واحد أحد سبحانه وتعالى قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا أنطقه الله بعشر جمال إني عبد الله آتاني الكتاب قضى أن يؤتيني الكتاب وهو الإنجيل آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت أي دائيا إلى الخير وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دنت حيا وضرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم أولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمتعون أي قلت فيه قول الحق قول هنا منصوبة على أنها مفعول مطلق لفئل محذوف والتقدير ذلك عيسى بن مريم قلت فيه قول الحق الذي فيه يمتعون أن يتجادلون فيه فبرأ الله عز وجل مريم عليها السلام من تهمة الزنى لأن اليهود عليهم نعائل الله يقولون عن إيسى عليه السلام ابن زنى ويقولون عن مريم عليها السلام زانية ولا بد من تبرئات إيسى وأمه من قول اليهود إنه ابن زنى ومن قول النصارى إنه ابن الله بل إيسى عليه السلام عبد الله ورسوله آية من آيات الله سبحانه فانظر عبد الله كيف ينجي له عبده كيف ينجي له وليه عند الشدائد ومواطن الهلكة بآيات منه سبحانه وتعالى كذلك أيضا هذه القصة التي ذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم قصة أصحاب المخدور الغلام الذي أكرمه الله وجعل له الكرمات فآمن أهل القرية وقد ضحى بنفسه ضحى بنفسه قال للملك الجبار إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به خذ سأسلبني على جذر وخذ سهما من كنانتي ثم قل بسم الله رب الغلام إنك عنده القاتل ففعل وجمع الناس في صعيد وقتل الغلام وقع السهم في صدغه وقتل رحمه الله فماذا يفعل الناس آمن الناس برب الغلام فلما قيل للملك إن الناس قد آمنوا أمر بشرق الأفادير في أفواه الطرق وأبرمها نارا ثم جيء بالمؤمنين من يأبى الرجوع عن دينه يقحم في هذه النار وجعل الناس يقحمون في النار حتى أتت امرأة بصبي لها تحمل صبيا لها فلما نظرت لصبيها تقعسا أي تباطأ فما يات يفعل رب العرب العالمين يحفظ على دين مؤمنة الصالحة في دينها ينطق الله لها غلمها قال يا أمة اصبري إنك على الحق فأقحمت نفسها في النار لأنه لم يكن لهم عذر لم يكن عندهم عذر بالإكراح العذر بالإكراح خص الله ورز وجل به هذه الأمة شرفها الله وداركها رب العالمين ورفعها سبحانه وتعالى ونصرها لم يكن عندهم عذر بالإكراح يجب على المؤمن أن يصبر على القتل وإن لم يصبر وأعطاهما يريدون من القفل كان من أهل النار أما هذه الأمة قال الله في شنها إلا من أكره وقلبه مضمئن بالإيمان كما نزلت هذه الآية في عمار رضي الله عنه آذاه المشركون وعذبوا عذابا شديدا وأنهم لن يدعوا حتى ينال من محمد صلى الله عليه وسلم فنال من النبي صلى الله عليه وسلم فأطلقوه فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف تجد قلبك قال أجده مضمئن بالإيمان قال إن هذا فعد وأنزل الله قوله إلا من أكره وقلبه مضمئن بالإيمان انظر عبد الله كيف ينجي له سبحانه وتعالى عبده عبده صالح وليه الذي يحب الله والذي والذي يتعبد له بالإيمان ويتقي ربه سبحانه وتعالى الله يتولاه يحفظه ينصره يحفظ عليه دينا وينجيه في أوقات الشدائد والمحن أقول هذا وأستغفر الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شرك له واشهد أن محمد عبده ورسوله الله أصد على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أيضا ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم قصة جريج للعابد جريج كان عابدا صالحا راهبا في بني إسرائيل يعبد الله وحده لا شارك له فاتذكر قوم من بني إسرائيل عبادة جريج وكانت عندهم امرأة بغي يتمثل بحسنها قالت إن شكتم لأفتمن قال افعلي تعرضت له فامتنع منها فماذا تفعل فماذا تفعل عيادا بالله كان هناك راع كان هناك راع يأوي إلى هذه الصومعة فمكنت نفسها منه فحملت منه عيادا بالله فلما وضعت قيل لها ممن قالت من جريج قالت من جريج فأتى الناس جريجا وجعلوا ينادون عليه وهو لا يستجيب لهم فشرعوا فيها دم صومعته فنزل لهم وجعلوا يضربونه وهو رجل عابد صالح كانوا يذكرون عبادته جعلوا يضربونه يقول ما شأنكم قالوا هذه البغي قد زنيت بها وهذا ولدك منها وهذا ولدك منها قال دعوني حتى أصلي فجعل يصلي ثم قال أين الغلام فجيء بالغلام وهو رضيح وضرب في بطنه قال إنها الغلام من أبوك قال الراعي أنتق الله الغلام في الماء إنقاذا لعبده الصالح من تهمة الزنا من تهمة الزنا فجعلوا يقبلونه ويقبلون يده ويقولون له نبني صومعتك من ذهب يقول أعدوها كما كانت من طين وكان سبب ذلك أن أمه كانت تأتيه إلى الصومعة فكان يكلمها جاءت إليه مرة وكان في صلاة قالت يا جريج قال أمي وصلاة رب أمي وصلاة فاستمر في صلاة قال أمي وصلاة فاستمر في صلاة جاءت اليوم الثالث قال وكان في صلاة قال رب أمي وصلاة فاستمر في صلاة فدعت عليه قالت اللهم لا تمت حتى تريه الممسات عياذا بالله دعت عليه أمه قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو دعت عليه أن يفتن لفتن وهو الرجل الصالح العابد لنعرف قدر الوالدين ولنعرف قدر الأم الصالحة دعت عليه اللهم لا تمت حتى تريه الممسات أي الزانيات وقد استجاب الله دعاءها انظر دعوة ابتلاه أن يريك الله امرأة ممس عياذا بالله ابتلاه دعاء أن ينظر الإنسان إلى امرأة فاجرة إلا هذا ابتلاه فكيف باليوم من يشاهد الفاجرات من الممثلات والأسلام الإباحية وغير ذا هذه عقوبة هذه عقوبة لا تمتع نظرك بالنظر إلى هؤلاء الفاجرات هذه عقوبة من الله سبحانه وتعالى أن يعصبك رب العالمين أن لا تنظر إلى هؤلاء النساء إنها عقوبة دعوة دعت هذه الأم الصالحة اللهم لا تمت حتى تريه الممسات واستجاب الله دعاء لكن نجى الله عبده نجاه الله عز وجل وأنطق له الغلام في المهد أنطق الله له الغلام في المهد إن جاء له وإن جاء لدينه كذلك عائشة رضي الله عنه الصديقة بنت الصديق الطهرة المطهرة المبرأة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه اتهمها المنافقون في عرضها ولم تكن تعلم رضي الله عنها برأها رب العالمين برأها الله ليس بنطق غلام وليس بشيء من ذلك إنما الذي برأه رب العالمين بإنزال آيات تتلى في محاريب المسلمين إلى ما شاء الله تعالى أنزل الله عشر آيات في سورة النور تبرئ لعائشة رضي الله عنها القصص في ذلك كثير القصص في ذلك كثير عنده وأسه تقوى الله سبحانه وتعالى تقوى الله فيها السعادة السعادة في الدنيا فيها العيش الطيب فيها حفظ الإيمان فيها حفظ الدين فيها أن يحفظك رب العالمين ومن ينتظرك في القيامة أعظم وينجي الله الذين اتقوا بمفازة لا يمسهم سور ولا هم يحزنون نسأل الله عز وجل أن يجعنا من عباده المتقين اللهم اغفر لنا ذنوبنا بإصرافنا في أمرينا اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اهد قلوبنا واشرح صدرنا والسرع يوبنا واغفر لنا ذنوبنا اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة زوير ومرد غير مفزن ولا فاضح اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والهنم اللهم اغفر المؤمنين والإمنا والمسلمين والمسلمات الأحيانين هم والأنواب اللهم فرج كربى المكهوبين وارفع الهرم عن المهمومين واطل الدين عن المدينين وفك أسرى المسلمين اللهم نسرك الذي وعتى إبادك المؤمنين اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم كن لهم عونا ونصيرا اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في غزة وفلسطين وفي العراق وفي كل مكان اللهم كن لهم عونا ونصيرا اللهم كن لهم عونا ونصيرا اللهم أنزل علينا فداية من عندك تهدي بها قلوبنا وتشرح بها سدرنا وتستر بها قلوبنا اللهم إنك على كل شيء قدير وأنت بالتجابة لجدير فأنت اتقبل منا أرحمه رحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على مصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين